هناك ربعا كثير من الأسئلة وربما السؤال الكبير حول انتقال تونس من دستور تعددي إلى دستور الرئاسة العودة بأن تكون السلطات في يد رئيس واحد وكما قال أستاذ عادل الحمدي في يد الرئيس قيسي صعيد ما هو ردك أكتور حسن؟ نعم بعد التحية أستاذ محمد من خلالك إلى كل فريق العمل ضيوفك الكرام وعموم المشاهدين للأسف حقيقة الكل تناسى أن سبب الأزمة السياسية ويتحدث الآن عن العباثية ولا يعرف ماذا نحن عاشنا بدستور مشوه دستور 2014 هو دستور مشوه هو من شلى الحياة السياسية في تونس أعطى هذه المحاصة الحزبية التي لم نكن متعودين عليها في تونس للأسف جاءت أحزاب انتهازية وأحزاب فاسدة الكل ينسى لا أعرف إن كان علي أن أذكر أو لا تحالف قلب تونس الفساد مع الإسلام السياسي كذلك الفساد والتمويل الخارجي وأين أوصلوا تونس؟ لماذا الضيوف الكرام يتحدثون ونسوا حالة تونس به قبل 25 جوليا الشعب كان يموت؟ ثم الأستاذ الجورش يقول بقرار أحادي سيد الكريم الشعب التونسي طالب بإنهاء العمل للبرلمان والدستور ولكل هذه المنظومة ثم أزيد أكثر أزيد أكثر وقعت استشارة وطنية شارك فيها 500 ألف 89% يطالبون بالنظام الرئاسي لماذا يطالبون بالنظام الرئاسي؟ 500 ألف شاركوا نفس العدد الذي حصلت عليه حركة النعضة وتحكمت في المشهد السياسي وتلاعبت بدستور 24 دستور 2014 ماذا كانوا يفعلون؟ كان فشلوا أولا في انتخاب حكومة بعد أن فازوا في الانتخابات جاءوا في مرتبة أولا بـ 500 ألف ثم أخذوا يتلاعبون بدستور 2014 جاء رئيس حكومة يهددوه يمارسون عليه الضغوط ثم يجلبونه إلى البرلمان ويقعز له يستقيل الفخفاخ يأتون فيما بعده ثم يتهددون عليه في المطار ويقول له لا تفعل هذا سوف نعزلك يعني كفانة من العبثية ودعنا نقول الحقيقة الشعب التونسي اليوم يحن إلى الأب المؤسس لحبيب بورقيبة ويحن إلى النظام الرئاسي لأن الأحزاب السياسية هي المسؤولة هي التي أوصلت تونس إلى انتفاضة حقيقية انتفاضة شعبية يوم 25 جوليا والشعب عندما خرج في 25 جوليا لم يطالب فقط بحال البرلمان كان يطالب بإنهاء هذا الدستور لأن الدستور 2014 سوف أقولها بصريح العبارة دستور مسقط من خلال قوى خارجية لم ينبثق من إرادة شعب تونسي أقولها بصريح العبارة والكل يعرف ليه أريد أن أعود ومن مولى المنظمات الغير حكومية والأموال الخارجية التي دفعت والخبراء الخارجيين الكل يعرف القصة لذلك اليوم نريد سأحاول الاستفادة من كل هذه المداخل ترجمة نانسي قنقر